اشتركوا في القناة وعشرين افرين الفين وثلاثة وعشرين بيش نحكيوا فيها على مباراة التراجي رياضي تونسي والنجم الرياضي الساحلي قمة البطولة مباراة مصيرية سوى للتراجي او لتوال غدوة وحارب كواليس في تعيين حكام المقابلة رسميا تم تعيين الحكام الجزيري مصطفى غوربال كحكم رئيسي وصدق سالمي سيكون في غرفة الفار اذا نعود بكل تفاصيل سوى من الجوانب الفنية اخبار النجم الساحلي تشكيله المرتقبة لفوز البنزارتي تصريح نبيل معلول بعد مباراة شبيبت القبيل يقول انه سيريح بعض العناصر في مباراة النجم الرياضي الساحلي لانه تفكير في مباراة شبيبت القبيل فالاياب هل هو منطقي وإلا مجرد منورة من نبيل معلول اذا كالطبق الرئيسي بشكون البريفيو متاع مباراة التراجي والنجم الرياضي الساحلي نحكيه على النادي سفيقسي لانبيل بيجي اتحاد بنجردين اتحاد تطوين مباراة تتلعب في نفس إطار الجولة هذية الجولة الرابعة من البطولة واتباعة الحال الاتحاد المنسيري واسك أبيجون تعادل السلبي ومردود متوسط الاتحاد الرياضي المنسيري هل هو قوة منفس الاتحاد اللي هو اسك أبيجون أم اجهد بدني قعد يأثر من مباراة إلى أخرى على الاتحاد الرياضي المنسيري مرحبا بكم نسكن في سبول بلوس هذا وغير من الأخبار ومن المستجد تحية كبيرة لكل المستمعين وتحية لكل فريق الأعداد غدا العلوي في العمل صحفي تحية لأمير في الأخراج وميم القربي في الديجيتال ووئام وبقية الشلف في اليافام تيفي كذلك يرفقوني في البلاتو للتعليق والتحليل على هذه المعطيات عمار جمل أهلا وسهلا عيدك مبروك شنحولك أهلا وسهلا مرحبا بك زروخ مرحب كافة المستمعين والمستمعات عيدكم مبروك وإن شاء الله كل عام وتونس حيات بخير ونعيده على الناس وكله على الأخباب وعلى بقية الأولاد نشتهفتح المولدي وليد غير كلا مجدي التراوي وسامير أخويا صمرة وبحذان اليوم واللي يكيب كل العاملة فيه يفهم مرحبا بك يا سيدي أهلا وسهلا عمار جمال كذلك رفقنا سامير السليمي أهلا وسهلا مرحبا سامير مرحبا زروخ إن شاء الله عيدكم مبروك يا أخويا عالتوينس الكل أم العربية والإسلامية والناس الكل وإن شاء الله يا أخويا تتحسن الأمور الاقتصادية في بلادنا إن شاء الله عيد مبروك على العائلة الموسعة متاع ليافهم للتكنيسيان للجوغناليست للناس الكل وإن شاء الله متاعنا متاع البرنامج متاعنا إشاء الله اللي حظري ديوم أنا ثورتي من ذهب والشلة اللي غايبة بطبيعة الحالي تقدمه من الأستاذ نقوله عيدة مبروك فتح المولدي وأخونا موعين وأخونا موعين مجدي وأخونا وليد مرحبا بي كذي تأثير رمضان كما جواريت تأثير رمضان يأثر عليك بالخلاف حتى أكثر حالي التعضيه هو النوم يعني هل يجب أن يرجع الريتم العادي ما هو شريتم رمضان يجب أن ترقدس به سبع سبعا تعالي مش كما في رمضان موضي ثلاثة عمار مرحبا بيك سامير مرحبا عمار جمل مرحبا بالجميع نخرجوا في فاصل الصغير طوما بيش نرجع ونبدأ حلقتنا إن شاء الله اليوم في سبور بلس مرحبا من جديد في سبور بلس إذن بيش نبدأ بمباراة تراجي والنجم الرياضي الساحلي وتعين الحكم الجزائري مصطفى غربل إذن القبيلة شوية لجنة التحكيمة تبع الجامعة التونسية اللي كرة القدم أصدرت تعييني تل حكام حكام الساحة سيكون مصطفى غربل بشي ساعدوه إبراهيم الحملاوي حمزة بوزيت وحكام مساعد أول وثاني وحكام رابع لطفي بوكا واسا في حكام الفار بشيكون الصادق اللاسالمي حكام فار ويساعدو جمال الدرعي حرب كواليس وبرشة كلام وبرشة معطيات سبقة التعيين هذا سامير السليمي خاصة أنه تقريبا قعدنا 24 ساعة لليت المباراة التعيين هبط مع الأربعة ونصف الخمسة العشية مما زاد موجة التأويلات والأمور والكواليس هو من المفروض أنه في البوطولات المحترمة بطبيعة الحال الحكام ما يعطيهش همية كبيرة باعتبار أنه كل فريق يعرف أنه حقه مضمون وأنه حتى كان فما حكم وفما أخطاء ما نهى أخطاء تكون بريئة أو على حس النية ولكن نحن التلموع عن إشكال في التحكيمة فأنه نهار الخميس كي تبدأ ماش نهار لحد نهار الخميس تعيين الحكام هو النهار الأبرز في الأسبوع بعد نحكيه عن التكتيك والفرماسيون والملاعبية اللي غايبين مش غايبين أهم حدث هو شكون مشي حكم إيه لا بروف حاطينه فلانفود يجور وقعدين نحكيه عليه هاب ولا وهذا ما هو شي معناه جاء بالصدفة هكيكا نظرا إلى الهفوات المتكررة للتحكيم التونسي الماتشوات الخرانين اللي حكمهم من الأجانب كسوى عمار مصاروة والجزيريين تعديوا السلامات هكي ولا الماتشوات اللي حكمهم المصريين والجزيريين تعديوا السلامات الجدال وين وقعه في ماتش باجا والتارش نظال الطيف الفار الحكم في مردوده الحكم في مردوده مردوده مقنع لكن الكلام والتشكيك جاء من الفار حتى البرح في مباراة بنجردين تتيح حتى طاوين ثم يشكي الكبير يسر في الفار حتى الخط ليتعمل في الفار صحيح ولا غالط مفريمو الفار هو أصبح هو الحكم الرئيسي مش الحكم الرئيسي هذا هو ما عادش عنا مشكل متاع حكم طوى ولا عنا مشكل متاع الفار وقلنا الفار رو عنده شروط متاعه مش معناها تعمل الفار ديكاره برا فاما شروط بش تنجم تخدم الفار كما ينبغي الشروط هي زوايا التصوير وعدد الكاميرا شوفناها في المستير الاسبرانس وشوفناها في باجا الاسبرانس وهنا هذا الاشكال أكثر من هذا ما احترامي للصدق السالمي بتباعت الحاج حكام الفار هو صدق السالمي هذا هو ما حبت كل حاجة دون سو صدق السالمي أنا حطوا صدق السالمي في فم مدفع في اشكالك حطوا في مشكل خليوا الراجل يرتاح لروحه رغم الكافاءة متاعه وشخص محترم وكذا لكن فاما فاما معناها عدم قبول به كل سواء من الاسبرانس ولا مليتوار شعرنا في هذا عليش تحط في الراجل في اشكال في مشكل بالنقص الحكمة متاعنا من مفروض انك تتجنب هالتأويلات هذي الكل وتحط حكم معليه ربما رضا من الفريقين الاثنين باش ينجم يعدي الماتش وما هذا مع العلم انه خدمة حكم الفار والات أصعب في تونس أصعب من خدمة حكم الساحة لانه حكم الفار شنو قالها خدمة لقطة فيها شك نشوف نتفرج فيها ونعاية الحكم بلوليات يعني ينجم يطفي الضو كيما ينجم يطفي الضو كيما ينجم يعاية الحكمة في كل وقت ولكن حكم الفار لابد انه تتوفر له الصورة اللي هي أهم باش مش عاية ما لا حكم الفار حكم الفار مش عاية من خلال الصورة وصولة مر رزمه مفقودة باعتبار زواية التصوير اللي حكينا عليهم صدق سلمي نذكر انه مجمد نشاطه من الاتحاد الافريقي لكورة القدم لثلاثة أشهر نحكيه على نشاط الدولي بسبب أخطاء فات حكينا ارتكابه في مباراة موريطانيا والكونغو الديمقراطية وعرضني قبيل أرتيكل لزملائنا في موزايكا فاهم كان طالب صدق سلمي بأعفاء من إدارة مباراة الاتحاد الليبيو الجيش الملكي ضمن البطولة العربية عند جماعتين التالي بسبب الظروف النفسية التي يمر بها بعد تعيينه اليوم نلقاه صدق سلمي هو اللي بيكون في الفار تعليقك عمار على هالبوليميكا كذلك عنا نهارين نستنى وشكونو الاربيتر لتوال رفضت ما رفضت الاسبرانس رفضت ما رفضت كوالي سكل واحد يدز من غادي كأنترطان خرجتنا اليوم الدزينياشن سوكي يسير شعلينا طوف النواية والخافية وشنو السيح وشنو اللي غال سوكي يسير الحكم هو مصف غربيل وهو حكم مونديالي أدارة كأس العالم مؤخرا في قطر وحكم كوريكت الحقيقة معناه شنو المطلوب معناه نجيبوه من مده غشقر نمشي نجيبوه معناه حكام تحط له أجنبي يقول لك أجنبي ولا وفما حرب كواليس ومن هنا ولاخر ما يحبش عليه تجيب مواحد ونسي يقول لك كيف كيف لا ما عنديش فيه ثيقة وحتى كانت عدا ومشي واخذية المقابلة لبرا الأمان كيف كيف تصير عليه بوليميكي شنو الحل شوف يعني المفروض أنه حتى حكم الفار لازم يكون أجنبي في المقابلات هذوما الحكم الرابعة زيري بوكاويس علش مش هو شوف النجم الساحلي والترجي ولا الإطوال والأفريقي والترجي والندي الإفريقي والسفيقس كيف كيف بصراحة حكم الفار لازم يكون أجنبي ما فهمت علش أني يجي بحكم ساحة راو كتجي تشوفها راو معناها حكم الفار راو عنده مسؤولية كبيرة راو النجم أني نتفرج مثلا حكم الفار وما نعايت لك شفي لقطة ولا ما ثبتش فيها ولا كيف ما لي صار في مقابلة باجا والترجي نضرب ونصيف ساحة وإحنا قاعدين قدام التلفز نستنى وواحد مشى وواحد جاء وإحنا قاعدين نستنى ولذلك حابت حكم يكون حكم الفار يكون حكم أجنبي علش الصدق السلمي ومع كل احتراماتنا له علش الصدق السلمي يعني هو ما يحب يزفر وظروف نفسية وحالتنا حالته ما ما تسمعش ما ما يقوم مقابلة عقوبة شوف المشكلة لوين الإدارة متاع التعيين تلوج ديما تحط حاجة وكاين تحب الناس تتكلم هكا يكون قال انت مقابلة الترجي وانش من السحلي تعليش تحط في الصدق السلمي وعلي تحط أي واحد أو كف أم برش حكام عوز واني مانيش ضد الصدق السلمي ونعتبر معناها حكم ممتاز وهو تبعد على البوليميك حتى الصدق السلمي تحمي بالضابط والنبعد عليها الضغوطات هذه لتصير نبعد عليها وما نخليش العباد لا تشكيك ولا حتى شي ونخلي الرجل يرتاح على روح حتى يرجع ومروض حتى روك نحب رجع الصدق السلمي الرجع في المقابلة تدريجيا بشوية بشوية مثلا باجل مستير تطويم بنجردين بشوية بشوية طول نجي نرمي في فم مدفع نلقى في مقابلة القمة كبيرة والحقيقة ما نتخيش انه اذا كانت نجم تصير غلطة هكا ولا هكا معانتها بالنظر لهالمشحنات وهالأمور معاناها واحد يزيد الماء يزيد تقيق انتوك هذي اليوم عن معطى رسمي هما التعينات ثم برشا كلام حول الكواليس امين بارك الله الحكم الدولي السابق يقول انه العركة القامة بين النجم وتارجي تحولت لتعينات الجامعة لحكم الفريقين النجم يرفض المصريين وتارجي يرفض غربال والجامعة في ورطة هذا قبل ما يصير التعيين امين بارك الله موجود معنا في المباشر مساء الخير مرحبا اهلا وسهلا اهلا سهلا بك ايمان مرحبا بك وبعمار وبسيسانيك علش ثم حرب متاع كواليس حسب كلامك حسب التدوين اللي قمت بها قبل شوية قلت الحرب الكواليس تحولت الى الحكام ثم كلم منا ومنا شنو المعطيات اللي متوفرة عندك نجم تفيدنا بها ايمان حرب الكواليس هي القاعدة الاساسية لتعامل في الاتوات والعب في الافريقي والعب يظل في قترات مميزة من فترة المكتب الحالي والقبل وبالتالي يعرف هنا في القاعد نحن دائما انت تعرف الكواليس التي تحكم مسار التعينات ثم معناتها الكواليس معناتها اليوم انه التعيين الاخير في الظاهر ما هو الا تتويذ لمفاوضات لمناورات لحط هذا لا ما تحط هذا هذا يظل لتوال ما عملت مراف رسمية قالت أرطض الحكام المصريين والتعرض ما عملت مراف رسمية قالت أرطض غرب لكن كنقول في الكواليس الأسيا الغير معلنة وغير رسمية هذا سوى تعرض لتعيين الحكام يعني ما هو من مسمولات إدارة التحكيم ومن مسمولات سيد رئيس الجامعة خاصة في المرحلة هذه كلمة ويتأخذ القرار هو كرئيس الدارة أوطانية التحكيم كان واحد من المتابعة لك يقول أن تعينات هذه ما تصير من عند وديع الزريرة يعني أنا قاعد أقول في حالة أنا نعرف أنا مع عائصة والناس كل مع عائشين ذلك أنا وليت هذا من عادي ذلك أنا رئيس زي مع هو رئيس كل شي عادي ذلك هو مولى الدعم ويتفرض ويتعامل وبالتالي هو بشي عيي أمين هنا ثم تخمينات والقراءات والكواليس وأنا عندي ثيقة في كونك أنت تري بيان برونشي وتعرف بعديد من المعطيات والحكم حتى يجي ويحكي معكم كل شي لكن ثم الجانب الرسمي اليوم سيبون تم رسميا تعيين مصطفى يعني يعني بيهت في سامير وبهت في عمار وقت اللي يقول حتى الفار لازم يترانزيل المبدأ والأساس أنه من عملوش على لذي ترانزيل أحنا عليهم أصلا زيبين في مصطفى غربين أحنا عليهم أصلا نتعارك نزيبه مصري ولا نزيبه دهيري ولا نزيبه ليبي وقاعدين نلوز عليهم وقريب بالحظة قريب بس نستحقه للتسات زي بي تي بس يعينا لنا حكمه ويختبر لنا هو التعيين المناسب يعني وصلنا المرحلة خلنا تفعله معك شوية سيامير اللي خليك خاطر خليني نتفعله معك ساعة نعرف نعرف تكفيديا لتاويليت ليه ولكن الحكم التونسي في المقابلات يكون أثبت أنه غير جدير أنه يقوم بمقابلات ضعيف حتى ما تونسي وانت وانت عمار زوار وتعرف نعرف نعرف أنه ضعيف وانت تعرف الحكام وتعرف ممليح وكنت مريعبي بالله ضعيف معناها تكنيكم ضعيف وإلا مفعول به إذا كانوا مفعول به زاد ضعيف الحكم التونسي حاربته بحاجة اللي هي ما هي موجودة اللي هي ثيقة ثيقة تسكول انت قبيلا نسمع سمير قال لكن هذا خميل سمتين نستنى في الحكم لا سمير الاربيت اللي ظفر توا الجمعيات الجمعيات هما ويعرف عمار هذة وتعرف كل الجمعيات المسؤولين المسؤولين النظم ومسؤولين التاريدي ومسؤولين الإفريقي والسياسيات يتصلوا بالحكم وإدي كذا وإدي كذا الحكم تخل في ذوط خائبة ياتر تكون حطوا فيها هي الجامعة توتير الكرد القدم حباته يكون مفرول به الجامعة حبة الحكام التونس يكون مفرول به حباته يخدم به هذا هو معنتها حاليا طالبنا مؤقتا بالتحكيم الأجنبي لا لا حل لا تقول علي الحكام الأجنبي والتونس دباء فتحناه منذ وقتها جاء عمر وكان فتحنا الدباء خلينا في الماتش غدوة مصفا غربيل وصيدق السلمي في حكام فارق رأيتك لهم يفضلك ونختم المداخل يعني تكنيك مول حقيقة من أفضل الحكام الموجودين يعني مصفا غربيل الحكام رقب واحد في أفريقيا صادق السلمي من أفضل الحكام فني الموجودين في القرى الأفريقية يعني كان تعيين ما ذك هو يعني موجود حكام نتوقع هذا عامل مهم كما أنت كم لاعبي ويعرف عمار هلايا يبدأ الاربيتر يظفر صحيح ولا غالط يمثيله يتلهوس عليه ويحب يأثر عليه بالتالي أكيد المردوده موجود سيكون إذابي في أين تتوفر للظروف المناسبة والناس كل تقبل حتى الخطاء أما أحنا معنا مقبولة للخطاء أغضوا وتي مصفا غربيل يغلطوا طوالما يغلط الخطاء أمتعون واضح جدا من بركال الحكم الدولي السابق ورائز هذا الفيديو المتاع التحكيم كنت معنا في قراءة لهذا التعيين للبعض من الكواليس التي صارت في 24 و 48 ساعة الأخيرة نحكي على المباراة من الجانب الفني بالمعلوم خلال دول صحفية لمباراة شبيبة القبيل كان صراح قال سأقوم بإراحة البعض من اللاعبين في مباراة النجم الساحلي باعتبار أنه ربيطة الأبطال بالنسبة لتراجي هي أهم برشا من البطولة التي نتونسية نسمو التصريح في ميكرو زميلتي بوشرة سعيط اللي كانت حاضرة في المقابلة نحن في ق ن settارة فوقنا عكون قد ناطقل فوقنا حقيقًا هو فوقنا نحن نجد فوقنا فقد عدتنا من الدجان والمهم انتناه دومنا خلال كنت نتوقع لكنا نكون أسرأنا أطرق الملعبية ذلك نشاء الأطرق المتحدة فوقنا وكانت حين الفوراة الملعبية كانوا يشويا وقد أطلتنا كنت معا المغبوبة مهمة ربما يشيكا ستفعلنا مثل الله يسمحه على الرقم نحن ندخل بعض المشاكل في المشاكل ونقوم بالتأكد في السامن نحن نقول هدف رئيسي هو الترميسي نحن نقول أنه نبيل معلول تغييرات في المستوى التشكيل الأساسي غضوة ضد نجم السحلي في مبارات الموسم وإلى مجرد مناورة من النبي المعلول ساعة قبل كل شيء كنا تكلمنا على مستوى الرصيد البشري وريتما فرنان بتاع البطولة التونسية حاليا مع المشاركات الإفريقية والمشاركات العربية وكنا تكلمنا وقلنا هل المشاركات هذه ستؤثر على مردود الفرق وبين بالكاشف مردود لحضر هذه المونستيري كنا نحكيه عليه بطولة عربية وبطولة الكاف طاح في الشامبينا والترجل يالي التونسي كل ما حاول نبيل أنه يغير بعض العناصر إلا أنه المردود لا يرتقي وبالتالي اللي يخمم يلعب على كل الواجهات لابد أنه يسلح روحهم ليه على المستوى الرصيد البشري النقطة الثانية المهمة أنه توقيت ماتش النجم ريالي السياحي هو مهم نبيل تكلم على الأهم الأهم هي الشامبيونز ليك ولكن ماتش لتوال مهم ومهم جدا أولا ساعة مهم على مستوى حظوظ الترجي في البطولة الحالية لتوال أثناء النقطة والترجي بثمانية في سورة انتيستال لتوال سيتعمق الفرق أهم من هذا أنه معناويا نتيجة سلبية مع النجم ريالي السياحي ستؤثر على معنويات الترجي للتونسي في مباراة اللي قالنا بلالها هي الأهم ماتش لتوال مهم على المستوى النقطة ولكن كذلك مهم برشا على مستوى المعنويات وكيفاش الترجي ريالي تونسي بش يتعامل مع الماتش اللي هو ربحه في الزير ما ننساوش عمناو ستيف لسبيرانس كانت تربح ستيف ثلاثة واربعة في الجزائر وجيت لهنى والترجي خسر سنيسا رلاكس هذيك تقعد في البال وذاك عليش نبيل خايف من الماتش شبيبة القبيل ولكن باش يحضر ماتش للقبيل يرزم ويتعذب ماتش لتوال وعلى مستوى النتيجة وعلى مستوى المعنويات أنه يبدل ويغير ما عندوش أشكال ونعودها ونقولها ما عندوش أشكال لسبيرانس على عكس المستير ما عندوش أشكال لسبيرانس هاو تمال الأشكال موجود في الاسبيرانس اليوم كينفرجوا فتا راجل رادي تونسي لعبي يارزان ياسر على مستوى المردود حتى الترجي كيلعب الفريق الأول متاع وي مردود ولا يقنع حاليا خلنتكلمه بصراحة كيبه كيلعب الرمضان ولا لعب الزردامتي كيف كيف كيلعب منشريفية ولا لعب الدبشي كيف كيف كيلعب عميمو في اللاكس ينور عندهم لعب محترم معناه كيلعب بالحمودة ولا يلعب بش اسمه بنعايات كيف كيف ما عندوش أشكال كبير اللهم إذا كان الهون يغيب ما هو شفور ما هذك اللي يأثر الروحين الباقي الكل لس بناس عندها الكمفور وبالتالي أنا شو نقول يا ما ثم أشكال بدني منهار هذا هو هذا هو منهار هذا هو هذا هو الإشكال وثم على مستوى التدوير أو نبدل ونغير الماتش الماتش وانا تتكلمت الاسمور الفات قل فيها علم وفيها فند ويزمن تغييرات تكون تغييرات مدروسة ودقيقة باش تحافظ على توازن الفريق متاعك الى حد الان الاسبرانس مالغوزمون راهو الاسبرانس الاسبرانس قالت تعدى بنتيج مقبولة تربح وكذا ولكن على مستوى المردود لابد من مراجعات وهنا بطبيعة الحال فما رمضان ومدى التأثير متاعه ولكن كذاك رتم بتاع البطولة متاعنا ومع الالتزامات القرية والعربية تخلي الاسبرانس في وضعية ربما نبيد يسبقها لألف حساب الاتوال بالنسبة للمباراة غدوة ما ثماش من المنتظر تغييرات كبيرة مقارنة بمباراة الاتحاد الرياضي المنسيري نعرفونه فوزيل بنزارتي حيحبي يحافظ على وساتور معانا على 11-13 ملاعبي جران ماكس سوكي يسور انه علي جماله اللي بشي بدأ اساسي غدوة مكان البلبولي البقية يظهر للا تغيير بالنسبة للتشكيل لا ما نتصورش فوزيل بنزارتي معناه تغيير اللهم إصابة ولا ملاعبي معناه مضروب ولكن فوزيل بنزارتي ديما عنده عندكم السلطاش اللي حكينا عليهم ديما ولا 14 اللاعبي ديما يحاول يلقاهم حتى من أول التحذيرات ونجمر يذي السياحلي شوف الناس كلتاو تحكي على مقابلة وكذا عنديين يراو ما زالوا إذا كان نلعب وغدو ما زالوا عشرة جولات معناها خلينا نبدأ ما هي شكل مقابلة معناها اللي نلعب فيها على حاسما لقبل ولا الترجي بش يزل إذا كان يربح يزل بوتولة ولا النجم إذا كان يربح يزل بوتولة فلم كان يربح النجم بودة والي سبع نيقات خير عمار شنا هو ماذا؟ ليتوال هوا شفت انتي وقتنا شكوم بشترشح البلايوف في الجروبيتة قدش كان تهربا ليتوال على التارجيري ذي تونسي قدش كان تهربا كينو وستة سبعة وستة يا ما مش نفس الكادر مش نفس السائل الكادر المنافسين تحت راجي واتحاد مناسير يلعبوا كوبدا فريك تم حسابيه تم إرهيخ تعرف روحك زروق منول شوف بالنسبة ما امتسالي شبسات السمير ليتوال عمار عندها كان البطولة مركزة مليون في المئة كان على البطولة مش تتعدى مع شبيب القبيل مش تلقى تدومي فينال متاع الشامبيونز ليك وتلقى البطولة العربية وتلقى ميتين الفوش كليك حسب ري الترجي بوك اني عليه عليش قلت الانتصار متاع اللي طوال ماتش غدوها مهم للسبيلونز ولتوال حتى المعنوية نه شوف حسب ري الترجي بش يترشع في الشامبيونز ليك امر محسوم مل بديوش نه معناها الترجي معلوتش مقابلة كبيرة في الجزيرة ولكن انتصر والفريق الجزيري معنا شابت القبيل وحكينا قبل قلنا موشأك المنافس اللي معناها كما سيمبا كما بصراحة معناها الترجي لازم يخمم عندياني الترجح مضمون ومن تنجي باش ما تلعبش على البوتولة تونسي خاطر البوتولة تونسي اللي بيشتزك يعني تقول أنت التغييرات إذا كانش يقوم بيانا بالمعلول وبشيرات تحييرات تحفي مباراة الإياب موش في مباراة النجمة السيحلي بالضبط خاطرك أنت دي جا رابح والمنافس ضعيف معناها شابت القبيل موشأك اللي بيش يجي بيش يقلقك في تونس بصراحة وتقول يكل شي جايز في الكرة ولكن المنافس كتفرجنا فيه وتبعناه في المقابلات يقول المنافس موته لكن زادة ترجي ليس بالماكينة التي تسحق الجيمية ترجي يتحب الله تكرهها صحيح ما يشأك الماكينة ولكن عنده إفكتيف ممتاز وعنده بلاعبية بصراحة السناب ممتازين ولكن معناها ما تخليش أنه ما نفكرش في البوتولة ولو بيش يرتح وكل شي خاطر كلاسيك وكلاسيكو نجم والترش زيد في سوسا كلها تحب تربح الترش في تونس جمهور الترش يحب يربح لتوال كلاسيكو ذي ما فيهش معناها كليم واني لعبت برشا مقابلات ونعرف الضغط اللي موجود في المقابلة هذه مش تقول لي خرجت من رمضان والريتم وكل شي نعرف ولكن الترجري دي التونسي والرئيس متاع الترجري دي التونسي ووفر برشا ليفكتيف ولي تطلب تلقاه ليفكتيف موجود عليك خاطرك تلعب شامبيونز ليج وتعرف روحك باش تلعب البوتولة ما تقول ليش كل ثلاثة يام ماتش عادي عادي اذا كان ترضى انت باش تلعب في الشامبيونز ليج والبوتولة ولا ولا وبوتولة العربية وتحب تلعب في كل شي عادي كسوس والمستير ولا للترجي سامير بسرعة الملاحظة متاعك خاطر عندك لاقتات شو تعلق عليهم تنسيهم اشو خدسويل زروق فيه هكا شوية حصيلات فيه حصل يا حب مناورة تنجم تكون مناورة تنجم تكون نبيل معلول مناورة ومنحقه هذا بطبيعة الحال يقول لك باش نبدلوا غدوة الماتش متاعو يلعب اللي كيب اللي يراها الاصلح يخي طايح نالو كل شي في المياه نحن في ناجم تكون مناورة صحيح لانه ماشي لطوال كي ما قلت انت يا عمار توقع مهم برشة مهم برشة وانه الموازين القوية الاسبرانس وشبيب تلقوية بعيدة على بعضها برشة بعيدة ياس تحكيوه على القبيل القبيل لشو تلقى بعض تيح القبيل القبيل معناها فريقة البونتو متاع الاسبرانس تفهم كل شي البونتو بن حمودة تعرف النيفو متاع القبيل دوك إذا كان يموناورة وخدوه مش يلعب لفكتيف متاعو فهمتني تولي ديكلاراسيون ذيكا يستنولوا بعد ماتش القبيل وبعد ماتش لتوا فهمتني فهم حسابات دوك مننا تشوي ومننا ونبيل عندو الخبرة بش يتعامل بلاي سؤال من عش لي كنتو مزوز معنا هل تعتقدون انو التراجي فيزيكمو من هوني الى نصف النهائي ممكن يتحسن فيزيكمو معناها الكورب بعد رمضان اسكو ترجع اسكو بشي واصل خطر كتشوف انه سق جوني من هوني الى 30 جوان كون 30 ايام مقابلة هل تعتقدون فعلا انو التراجي بشي يسترجع القوة البدنية متاعو مش حتى الفنية البدنية اللي تخليه نجم يجري وإلا يكمبيني وإلا المخ يجيه بالساقين وإلا الحقيقة صعيب شوية ذا موضوع الحقيقة ماذا بنحف فيها معناها وقتنا بالقدام بالقدام هل تعتقد في عشرة تايوين انتي وسامير نتصور انو ترجع بشي يبدأ حاضر من هني وحسور يقولك ديومي فنال منو خطر شبت القبيل منوني شار ريخر معنا بشي يبدأ حاضر كلمة بركة صغيرة وشي نتعدى هذي الى كل 3 ماتش ولي صير هذا كل الاندي كل مسؤول عليه يستهلو ترجي وخرت النجم الساحلي وخر الافريقي كيف وخرت مقابلتها لأسباب تي فيها لأسباب ما عنده حتى معنا كلها وخرت كلها وقت وبعد نرميه فيها في موغو نرميه فيها في هذي وفي نرميه فيها في هذي كل مسؤولة حتى النجم الساحلي بيشلعب مقابلتها والترج كلها مسؤولة ومسؤولين لو لإقبل هذي الكل ومنوصل للتوخير اللي يوافقوا على الفورما متاع الشامبيونة هذي متاع البلايوف خاطر تعاف اللي بشي كونوس مات شوية تكسير عظام في فيفلي في أفريل ماي جوان في نفس البروز تشتلقى دومي فينال وكاردو فينال تشامبيونزيك زادة تكسير عظام دونك تتحملوا مسؤوليتكم سامير هل يرجع ترجي من هون لشهر اخر وش نحكي فنية نحكي بداية بداية فريشور فريشور في عشرة ثويني صد يبقوا مع مع السافر عندهم الكافاءة بش ينجموا يتذكاوا على مستوى التعامل مع الكلندرية الكلندرية الحالية لا تخدم الاندية التونسية وخاصة الاندية اللي تشارك على المستوى الافريقي كأمني بالكلندرية تقول للاندية التونسية راكم ما تنجموش تمشيوا له بعيد بتبع يقعدين يعطلوا فيهم كل سوى الاتحادر المستيري اللي يسخف الاتحادر المستيري ولا يسخف بالله العظيم الطيارة طيارة هو قاعد يدور فهمتني الاندية التونسية مش تشبدها الى الوراء مباراة شبيبت القبيل تعد عليها تقريبا ثلاثة ايام معنا ما نحكي وعليها خط نسكول تعرف التصريحات وتعرف النتيجة والأدية نسكول حكيت عليه لكن اخترنا بعض اللاقتات اللي حبي علق عليهم سامير السليمي لاقتات فنية تنجم من خلالها نعمل شوية استنتجات سامير اخترت دو كونتراتاك متاع شبيبت القبيل هو موازين القوى الفنية للراهي للإسبرانس خير برشا مش شبيبت القبيل لكن انتباه ويردوا بالهم التراجي مش على القبيل على قادم المباريات قادم الماتشوية الكبار نشوفه في اللقطة هذية وتعادوا تمرتين لقطة هذية المساحات الكبيرة اللي موجودة في دفاع التراجي الى تونس بطبيعة حريز مرياح وتوغاي وغيرهم المدافعين يردوا بالهم من مثل هالوضعيات لانه فنيا كان جاء شبيبت القبيل احسن فنيا اذو مراهم بونتويت لانه شوفوا المساحات وشوفوا الملاعبية بعاد على مستوى المركات شوفوا الدفاع التراجي كيفاش موجود هذه اللقطة ثانية كيف كيف هذه هنا تقلق فيها بن شريفية الباس أورو تري ديما الملاعب اللي يجي من التالي هو اللي يكون ليبر في اللقطة الأولى مع تهيش صحيحة لكن في اللقطة الثانية حطها صحيحة وشيت وتقلق كان بن شريفية كان ممكن يكون هدف على التراجل التونسي الانتباه على المستوى الدفاعي على مستوى الدفاعي خاصة في الهجمات المعاكسة اللي يخلي شوارع بالضبط وانا هنا ما نتكلمش على الكاليفيكاسيون بالنسبة للدورة دي تقريبا اذا كان الاسبيرانس تكون مركزة مش تتعدل هنا اقوى برشا من الشبيبت القبيل لكن قد نتكلمه على المباريات جايبت نحكي توسيط على نادرياضي السفيقسي البارحة تعادل السلبية مع الأولمبي الباجي الرقم تعليم يخص السيسي سنك تشوط شفر دو جور الرقم متاعنا هو عدد التمريرات الخاطئة طب بعد شواء نعطيكم الرقم لأنه رقم مهول وشنس موزاد تصريح لحوسيم البدري مدرب نادرياضي السفيقسي عمار شبيه نادرياضي السفيقسي أموره ما تعجبش فنيا ولم يتحسن رغم تغير المدربين وتوى ثلاثة جمعات مع حسيم البدري الفريق حتى التوى من ذات ما فمش فمش هوية فمش بصمة فمش فكرة واضحة في اللعب ثم ديشي تكنيك غير عادي غير عادي تمريرات خاطئة كمية مهولة توزيعات خاطئة كمية مهولة دي كنترول غالطين كمية مهولة هل هذا يدل على أن الرصيد البشر ندي راضي السفيقسي متواضع وأقل من المتوسط رغم أنه صار ميركاتو كبير يشتر في فشتي يا عمر موش كبير برشا ميركاتو على مستوى الكم مانا مستوى الكم لكن كجي تشوف انت في الكبير تشوف مانا اللاعبين موش أكلم ميركاتو ونقول واحنا الكبير ندي راضي السفيقسي وثاني حاجة لا يوجد نفس طبيعتي لا يوجد طبيعة سامير لا يوجد طبيعة أي من زروق انت يشوف قدش من المدرب جيل ندي راضي السفيقسي في موسم فما ثلاثة اربعة كل واحد يحط الطريقة على اللعبة متاعه وكل واحد وشنو يحب فما شكون يحب يلعب الاقسير وفما شكون يحب اخوي يلعب التويل فما شكون يحب كل واحد والتكتيك متاعه انت يشوف الملاعبية كل مرة يجي مدرب يحط له فكرة في مخ ويمشي يجي مدرب توسع عادي جدا انك ما تلقاش تفوز في المقابلة تحب تلعب بالاجل مرتبة تهزك للشامبيون ليج ولا للكاف ولا تحب تلعب على البطولة تضيع في نقاط متاعك زال معنا شفتنا البارح معنا فريق بصراحة مع قلتوش الندري السفيقسي وما استنسناش بالندري السفيقسي بالمردود هذا بصراحة الندري السفيقسي جمعية كبيرة نعرفوها وكنا وعلى مقابلة بنجردان وانتي صار تربح من هنا على التيران ومبعد خطأ إيداري وانت ماذا ندخل فيه ولكن مش نحكي على مقابلة الندري السفيقسي ما كان موجود فماش فرص باجا معنا ممكن الفرص كانت الندري السفيقسي الندري السفيقسي قلنا برش مرات رو في حاج كماش بتعمله مع مر الفرص وانتي بتعرش الرعب تقريبا لحسيم البدري ما تحسنتش ما تحسنش الفريق على الجانب هذا الثويب تكورة القدم غير موجودة في الندري راضي السفيقس شو نحكي وعلى بصمة المدرب المدرب رو عمره ما نجيب ويني في وسط سيزون نعطيه فريق حتى يعرف الملعبية وحتى يشوف وحتى يلعب قداش من المقابلة معناها أمي كان وكل شيء مصيف ياخذ فريق متاعه يحضر وبدانين ويعرف ولكن نجيبه في شترة سنية ونطلب ونجم يعمل حتى شيء ما نجمش فما حاجات مدرب ما عندوش عصاة سحرية ما عندوش يدخل للفريق ولا هو واسم كبير حسيم البدري ولكن ما نجمش يدخل للفريق بشيقلب فيه في وسط الموسم وعندو شهرين طوال شهر ونص بشيقلب كل شيء في الندري السفيقسي إذا ملاعبية الندري السفيقسي لازمها تتحمل مسؤوليتها خاطر بالمردود بصراحة ما عندو نيوس الندري السفيقسي وحسين البدري وجه رسالة شديدة اللهجة للهيئة المديرة للنادي الرياضي السفيقسي بعد اللهم قبل نسمو تصريحه في الصفحة رسمية السيسس خلاص بقى فيه ثقة أنه لازم نكسبه وده شيء جيد طبعا وده لأنا اللعيبة لكن لازم يكون عند منطقية وعند وقعية الفرقة محتاجة تدعيم كبير جدا أنا جاي على مشروع معتقد أن أنت وصلت لنهاية المطار فده مش لا منطق يبقى عند الجماهير ولا منطق عند أي فرض بيعتقد كده فدي رسالة عشان أنا بقولها وحقولها للمرة الأخيرة الرسالة دي ممكن بعد كده يبقى فيه كرارات مننا فالرسالة بقولها لازم بقى فيه منطق أنا جيت عشان أبني فريق مدرب سيسيس قال لك الفريق عنده أخطاء كثيرة جدا 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 محتاجة لتدعيم جدا 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 قال لك للمرة الأخيرة وإلا القرارات أحنا اللي بش ناخدوها يقصد فيه روحه وفي ستاف تيكنيك متاعه يعني بش نهزي روح ينمشي للمرة الأخيرة ما هيش بلاستها خاليني نقول ما هيش بلاستها باعتبار أنه حسين البدري كيف جاء على عام ونص العقدة متاعه النص عوية ماذا ويحلل أداء الفريق وشوف النقايص متاعه وفي الصيف يقع الانتداب هكا وليا عمار بضبط ماذا هنا هو وطاوه مدنجا بش ننتدب وطاوه بش نوم في أفريل بش نجيب ملعبية أنا ما بش نكمل بهاهم العام وذي الاتفاق اللي حاصل بين الإدارة وبين المدرب فبالتالي للمرة الأخيرة فيها نوعا ما ربما من الغش وبعد الماتش ولا ربما من التشنج نوعا ما ويعرف هو أنه انتدابات اللي مش تسير في الصيف ويبدأ هو في المتابعة الملعبية ويعطي شروط تمتاعه وإذا كان ما جابتش السي اس اس وقتها لكل حادث حديث بلكش يفهمش تطمينات سامير ما نصوروش يتكلم من رأسه بلكش عنده ملعبية ولا بروفيل معين ولا كذا يحب يدخل منتوا في دي نيجوسياسيون للصيف وهو ما فهمش تاجه على خاطر نعرفه أنه تم جالسة عامة تخابية هذا ممكن ما خلح حسيم البدري يتكلم به هذه هي الطريقة الواضحة لكن هو زادة سامحني أعفلو حال شنو قادر بيانسور أنت كيف جيت للسي اس اس تكون مدرب محترف ومدرب عندك خبرة شد منتخب مصر وشد الأهل المصري وعدد من الفراق وعلى جايبين كنت يكلمك تحسن الفريق هذا من ناحية ومن ناحية يوخل الديتاية ذو ما كنت تحكيت فيهم قبل ما تخرب شعرت الوريق دو واضحين أنا في مشواني الكورة لكل سي اس اس معروفة على اللعب الجميل هكا ولا بضبط سي اس اس شيخ الكورة من القبل من القبل من القبل السبعين ترد التالي من القبل سي اس اس شيخ الكورة واللعب القسيرة بك الواحد وكذلك كمبينيزون كورة تخرج الصحيحة من اليمين وشيء ذلك هذا المدرسة متاع السي اس اس وعمري ماريت النادي ياليس فيقس يلعب في اللعب المباشر المبالغ فيه اكثر من 13 الكورة من ديفونس للاتاك بها يا سيد عملت جو ديريكت عندك ملعب يتوير بالرأس بش عمل ديفياسيون والدوزين بال مش تخدمها اكثر من هذا التلاثة اربعة تلاثة تعطيك الامكانية ان تتعدى على كل وار اليمين حمروني اليمين المهذبي وليسار الحمروني بش تعمل السيرنان برا على كوتين ومبعدش بش تعمل بش توزع مش توزع مش تلقى الديفونسير بتاع الولمبي حتى وقت من الاوقات ما فقر نادريا السفاقسي انه يغير الخطة متاعه ثنين في الثلاثة اربعة ثلاثة كما تلقاش الحلول وتلقى الدفاع مور بتاع بيجا وشوفناهم على الكلوب وشوفناهم على دفاع وحارس ممتازين تلتجي الى الحلول البديلة الاخرى اللي هي اما الكرة ولم ينجح نادريس فاقسي واما التزديدات سدد مرتين واحدة مشت ضعيفة نوسا هيكا والثانية ضربت في المدافع في اخر الماتش وثم زاد الجزدس وبيت اخرين يتسطحوا راستات صحي دونك واحدة الشيطة الحمروني والاخر نسيت تكون بيش نختم حسين البدري عنده الحق وليخلية ماذا يقول ناه الرسيد البشري المتوفر لفريق عريق وكبير كما سيساس انها تنافس على البودلة ولكن يعرف سمي هوكي هي يعرف الفريق لا يعرف ويجي بكنيس عماني كان يتحسن الفريق يسيدي حسن الفريق في مشروع الرياض يقوله مع الناش في تونس هذه البروجيت سبورتيف وما تكلمك على البروجيت إلا ما فم اتفاق حتى لهي أزاد ممكن وعددته ببروجيت معناش بروجيت قال لك العام قرديان بتاع القلعة لا عنا ملاعبية بشي نكونوهم ولا عنا ما عناش بروجيت ذي كلمة البروجيت نحيوها من بالنا وننسى خطر في تونس الجماهير تحب توا حزب توا يحبوا كان الرزولتا توا ما يهموش مبعد ما تحكي مش في تقول لوا العام الجاي وتوا نجيب ملاعبية هاتش كون بشي فهم الجمهور رجال بارح الملعب السفيقس الطيب لمهيري يحب يربح باجا ويروح لا يروح بترويب ما تحكي لوش على البروجيت ولعام الجاي حتى نعيش ولعام الجاي ساعة الولمبي الباجي في المقابل عمار معانتها نقطة معانتها ما فهمش مخير انه يرجع من طيب المهيري بنقطة معانتها خاصة انه جاي بتلاثة نقاط فوز ملا تارش جمدوا نفس نقاط 6-6 المردود متاع الولمبي الباجي قبل النقاط وقبل المردود اللي قاعد والوجه اللي قاعد يوري فيه الولمبي الباجي بتواجدوا في النهاي كاس تونس ولا حتى على البوتولة معاناها نتائج طيبة وممتازة وفما بعض الملاعبية خرجوا من الولمبي الباجي وقلنا الولمبي الباجي ما هوش بشي ما هوش بشي يلقى الفور منطاع قبل الولمبي الباجي الى حد الان جاب مدرب معاناها بصراحة قاعد حتى الولمبي الباجي قاعد يوري فيه لعب معاناها ممتاز ولاعب جميل ابر ونتائج بالضبط ونتائج قاعد التبعة وهذي كي تبدأ فريق يخدم في سكوت وفريق معاناها يبدأ قاعد يارف شي يعمل ويختار مدرب وكل شي ويعاول خاصة على شكبان من النادي هذا اللون بركة على الباجة في حاجة واحدة يلزم الولمبي الباجي ويشي يعرفوه انهم عندهم فريق محترم عندهم فريق ممتاز كل مستير عمنا والي يملي نبوحه باش يمشي البعيد ما كانش الولمبي الباجي نجم يربح سياس كان ينجم يربح السياس تقول لي قال علاش بالتعادل علاش نقطة التعادل علاش منحقه الولمبي الباجي ان يطمح ثلاث نقاط وكان قادر على ذلك ان اولمبي الباجي اطنب ربما في عدم المجازف غطى دفاعه مليح سكر مليح لعب مليح دفاعين لم يجازف اكثر في الهجوم لو جازف الولمبي الباجي كان يمكن انه يروح بالتلاثة نقاط علاش دي ما باجي نحن نحبوها تعمل تعادل نتيجة ايجابية ما هيش نتيجة ايجابية امكانيات الحالية الولمبي الباجي قادر انه يمشي لسوسة ويمشي للمنزة ويمشي الرادس ويمشي الاسفاقس وينتصر لانه عنده الامكانيات وبالتالي انا كتفرجت الماتش في بعض الرضاهات انت على الماتش قلت عليش لم يجازف بالطريقة ربما تخليه يهدد مرمى السياسي مع البرح غيب لعبه اهل الدربالي واشرف كري اللي قاعد يتقلق من المباراة الى اخرى بعض المباراة اشرف كري قال عليش لا نتمح للعودة من جديد الى المنتخب الوطني من حق اللي تونسي اللي اعطمعه انت يا شرف كري بيشوري منحقه 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 ثم نعود ما تبقى من الوقت شنخصو الاتحاد الرياضي المنسير يتعادل بارح ضد اسك ميموزا مع مردود يطرح اكثر من تسائل بالنسبة الاتحاد الرياضي المنسيري فاصل ورجعين بعد شوية نكمل في سبوغ بلوس مع ايمين زروق على ايفام احلى غاديو من اثنين الجمعة من سبعة لثمانية متعليل ايفام سبوغ بلوس ايمين زروق اهلا وسهلا مرحبا بالجميع للسبعة ثلاثة وخمسين دقيقة نحكيه على الاتحاد الرياضي المنسيري واسك ابيت جون تعادل السلبي سفر لسفر مردود المتواصل بين الاتحاد الرياضي المنسيري والفرص السامحة كانت مغلبها وجلها موجود للاسك ابيت جون رغم انه لعبة في رادس وقدم جميع الاتحاد الرياضي المنسيري سؤالنا فتاك هل هي قوة المنفس اسك ابيت جون اللي كنا نحكينا عليه قلنا راه منفس ممتاز جدا ام هو اجهد بدني للاتحاد الرياضي المنسيري خاصة انه ليست المباراة الاولى الذي يكون فيها خارج الموضوع الايجابة كنا عادة على سؤال في 40 ثانية سامير جاوبنا هل هي قوة المنفس ام هو اجهد بدني اثاره على الاتحاد الرياضي المنسيري 321 توبكرون هو الاخيقة الاثنين كل ما تطلع في الكمبيتسيون في الكاف والشامبيون كل ما تطلع في الكمبيتسيون كل ما المنفسين يوليوا اقوى واقوى واقوى كل ما تعدم الدور الدور الى منافس يكون اقوى وشبنا لازاك فريق محترم مع الكلوندري اللي قلقة الاتحاد المنسيري اللي يحب يشارك في البطولة العربية ويحب يشارك في الكاف ويحب يشارك في كاستون يحب يشارك في بطول التونس في الريتم هذية باربعتاشر لخمستاشر لملاعبي ما تنجمش من المستحيل وبالتالي الاتحاد الرياضي المنسيري لا بد عليه من ان يضحب ما تنجمش ما عندكش 24 ملاعبة كما الاسبيرانس ما عندكش يكيب على البنك ويكيب في الواحس دوك الملاعبية متع الاتحاد الرياضي المنسيري التعب والفوياجات هذا كل أرهق الاتحاد المنسيري والدليل على ذلك يعني من الماتش مردود الاتحاد الرياضي المنسيري في تراجع حتى التعادل اللي مع الاسبيرانس في رادس كان دفاعي المنظم لكن مردود ما كانش عالي برشا وبالتالي المردود متع الاتحاد المنسيري قاعد يتراجع مردود هو في تراجع دونك نلخص فكرتك إرهاق إرهاق ومعه قوة لازاك أنا إرهاق ثم إرهاق رقم إرهاق 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 يقول سامير اللي سلمي في قراء عمار 321 بكرونه والله مش نمش زنسير منش برش على كلام سامير ولكن صحيح الاتحاد المنسيري اللي في كتيف اللي عنده ما يسمح لوش باش أنه يلعب على الصيد الإفريقي والبحلي والبطولة العربية تشوف أنت حتى الوائجات اللي عملهم الاتحاد المنسيري مش معناها الكونغو مش معناها اللعب ضد يونغ أفريكا معناها في تنزانيا التنقلات الكل كانت الصعيبة لالاتحاد المنسيري وزيد التونسي اللي في كتيف محترم الاتحاد المنسيري معناها اللي في كتيف ما هوش كبير رصيد البشري ما هوش كبير ومع الإرهاق في البطولة تلعب ضد الترجي تلعب ضد النجم رضي الساحلي وكذلك ما ننساوش قوة زادة منافس اللي هو اسمه الساك كابيجون اللي هو كان وقف مليح بصراح لحقيقة أثر برشا غيب أمارو على الاتحاد الرياضي المنسيري نتائج تصويت الجمهور إذن 34% قولوا قوة منافس و66% قولوا عامل بدني 66% تعتبر أنه الاشكال في الاتحاد الرياضي المنسيري هو العامل البني هو راو الساسوفا كتفرش الاتحاد الرياضي المنسيري كتفرش في التراجي ظاهر تم رزن في الجري في البلاسمان في الترانزيسيون اللي تصير رمضان تحب لك أسبوع وانتي باش ترجع الريتم بتاعك متاع النوم اللي معناه وانتي شوف رمضان شليعب وشوف انت شليعب في رمضان ولبدان نقص ماء فهمت ونقص معناها فيتامينات وهذه كلها راه يعوامل لأنه تخليك المردود متاعك هكا في المقابلة خاطر تحب ولتك نرانا خارجين من رمضان خلينا نقوله لحقيقة نحن 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 نقوله لحن شاي الجمعة نتعلم فانت عبنا وليد يقوم نص نهار قلي تعبت تحك ولا لا خلي الملعب يا وليد تعالي مشكلة يا وليد تقوم نص نهار وليد يقوم صدق وليد فما بالك بالملعب يناجم يرجع بورقة التأهل من الكوديفوار وإلى لا عمد بن يونس مساعد مدرب الاتحاد الرياضي المنسيري ضغط والبريسيون نحن نتعاود بها سواء بلاعب ولا تكنيك ما لا شكورة قدم غير ضغط حاولوا نتعاملوا مع اللقاءات القادمة كل أريحية وعننا فريق محترم نتيجة صفر صفر ما هو انتصار أما تجم تبني عليه برش حواج طلعب شو تبرك ما زال شو تاخر صحيح في الكوديفوار أما عنا الإمكانيات نعرفه نسافره ونعرفه ونلعبه خارج ميداننا بكل راح إناجم يرجع الاتحاد المنسيري بورقة تأهل وإلى ليسامير إذا كان يرجع للمردود المتاع كلفق الشيغ المتاع إناجم يرجع إذا كان يرجع بالمردود العادي المتاع الاتحاد المنسيري قادر على حدث المفاجأ في الكوديفوار بالذات شوفنا مات في مازنبي الاتحاد المنسيري يلزم ويرجع للمردود العادي وكلفق الشيغ بتاعه اثنين الاتحاد المنسيري غادي كمشار لقمات صعيب برشا يلزم تركيز كبير عن نواحي الدفاعية ولكن خاصة على ما نذكروش مع مازنبي راهو المستير اللعب مات كبير ياسر ثم خاصة عودة الفورمالتراوري للشيخاوي للإدريس المحيسي الملاعبية متاع الهجوم اللي النجم ويعملوا بشارقة والعلوي وغيرو بشارقة برسا بمساحات معا لبلدتين الاتحاد المنسيري راو قاعد يمركب ببلدتين في الاربع مات شويت الخرينين ما فاماش توفيق في النقطة هذه يجب يرجعوا يتراشح من كوديفوار وإلى لأي عمار لتحضير هذه المنسير أكيد ينجم خاطره ما نهزم هو هون خلينا نتيجة أخي بريزولتات ولكن لازم تمشي بحذر شديد وأنك أهم حاجة أنك ما تقبل أهدف أهم حاجة أنك تلعب بطريقة الدفاعية وكيف أنك تحاول أنك تسجل هدف لكي يكون تصورني عنده وزن من ذهب وليتحاد المنسيري قادر أنه تفرح هل يوجد هل يوجد هل يوجد هل يوجد أهدف ما قالك في البوليميك اللي صارت مبالغ فيها أو عادي تصير مبالغ فيها برجا خاطرة هي عادي هزدت وغنية وخاصة أنه هو ولد النجم رضي الساحلي ولد سوسا ولد البريقادرو هل يوجد تحفظ غنيات معناها متع جمعيات أخرى وين الإشكال وين الغني هزو الحميس معناها قالك عملتلي أدريناليين وموتيفين وعمل مقابلة كبيرة أنا أشعر برأي حاجة عادية ومن بعد يا شبي سامحني يخرج من دين الإسلام شو بره غنى شو يا أخي الملعبية ينجموا ملعبية يلعبوا في فريق معين وغني وغنيات في وسلمات عادي حاجة غريبة ذيك عليش ممكن وني ثم غاربة في الحكاية يا أخي عادي يفهم غنيات معفوذين بالنسبة ل من الجمهور نجم ردي السحلي ولا التراجي ولا نيدي الفريقي ناس كله الملعبية كل رأي تعفظ الغنيات تشوف أنت قدرش من المقابلة طيو عمار جمال لعبها في رادس وانت تحفظ عمار راما نحفظ ذاني برشا وانت مشكل شو تغني في رادس نطلع كيما قال هو في نكسليري واشن ننقز واشن في الغنيات المنفسين منايات المنفسين شو المشكل تغني بسكين الولد عملوا له حبارة على مفاعدة وشهود على ذبيعة قنفود عملوا له حبارة ومفهم وشي يعطيك ساعة عمار يعطيك ساعة شكرا شوفوك أنت كنت تغني في المنزة شكرا للجميع في المتابعة نلتقي ان شاء الله كالعادة غدوة في نفس التوقيت سبور بلوس يوميا في الموعد متاع الفتر مسابحة الثمانية أسبوع الأخير